التهجين العكسي هو تضريب يحصل بينين فردين احدهما يحمل الطراز السائد والاخر يحمل الطراز المتناحي لايصفة وبالعكس ناخذ مثال حتى نفتهم التجربة لقاح نبات البزالي قبط الازهار يعني تكون الازهار مو بالنهاية صارة بالابط يعني شون الابط يعني بالوسط وبالاخر نهائي الازهار يعني هاي الازهار تكون بالطرف نهائية فكانت جميع الافراد الناتجة ابطية هذا يعني مثال عادي لكن شوفوا هنا من اجا هذا السؤال اذا شنوع التهجين العكسي هل تقع مورثة الصفة على كروموسوم جسمي ام جنسي من تسمعون انه يردون يعرفون هاي الصفة مات البزالية مات الازهار ابطي او نهائي عليها كروموسوم اذا ترحون على هات تعريفة التهجين العكسي شنو التهجين العكسي؟ يعني هسا خنحل السؤال ونشوف شن معنى خطوات الحل مال اثنين نرمز لعامل الصفة السائدة هاي صفة السائدة اذا ابطي ونهائي وجميع الافراد ابطي اذا اختفت هاي النهائي اذا هاي صفة السائدة هي الابطي نرمز له حرف اي نرمز لعامل الصفة المتنحية شن المتنحية؟ نهائي نرمز له الحرف الصغير سمول نجي هسا طراز الوراثي طراز الوراثي نضع طراز الوراثي طراز الوراثي طراز الوراثي لصفة المتنحية هي اثنياته صغار دائما نقية هنا الحال بهذا التضريب انه ذكر وأنثى نحط هنا اذا حطينا ذكر وهنا نحط مهمة ليش حتى نعرف هل هو على كروموسوم جنسي او جنسي فلازم نحدد الجنس نحط علامة ذكر هي صحيح نبتة بها أعضاء ذكرية وأنثوية فسوى التجارب مع ازالة السودات او المدقة المهم تحطون انتو هنا علامة الذكر وهنان نحط علامة الأنثى وش نكتب نبتة إذن عنده تضريب هي هذا التضريب يكون التهجين العكسي اهم شي نحط انه هذا ذكر وهي أنثى يعني نحدد الجنس حتى يعرفونها على كروموسومات جنسية ام هاي الصفة موجودة بعدين من نوصل بالنهاية بالوراثة اكو صفات موجودة على كروموسوم جنسي اكس او واي بس انتو هسا بعدنا بالبداية وما موجودة بس شنو نحط هسا علامة الذكر وهنا نحط علامة الأنثى ونقول نبتة مو نبات هي ابنية وهذا ولد هسا نكمل مندل الأول نبات أبطي واحدة نعرفها هذا هو أبط الصفة السائدة الثانية ما نعرفها هاي النبتة نهائية اثنين صغار بما انه بصيغة السؤال انه جميع الأفراد الناتجة جميعهم أبط الأزهار اذا هاي تكون كبيرة نقية اذا نحط هنا صغيرة يطلع واحد من عدهم نهائي اذا نحط هنا صغيرة ونسوي نسوي تضارب يعني تهجين يعني قصدي تزاوج لحيكون واحدة من عدهم تكون شلية نهائية فإذا بما انه اذا ضرب صفة سائدة وصفة متنحية وكان جميع الأفراد الناتجة صفة سائدة اذا هاي صفة الاب نقية العوامل يعني كابتل لازم نحط الأمشاج بداخل دائرة جيون هاي اكيد كلها تنطي كل البيض مالتها حاملة صفة اي صمول وهاي كلها تنطي اي كابتل الذكر ينطي كل حبة اللقاح اي كابتل اذا هنا انطتنا مية بالمية وبطئة الازهار هاي اول مرة سوينا هذا الذكر وهذا شنسوي نسوي تهجين هو يعني بالعكس نحط هنا علامة الذكر وهنا نحط علامة الأنثى نشوف نفس الشي صير طبعا نفس الشي لان هي صفات مندل كلها على كروموسومات جسمية الكروموسومات الجنسية بعدين ندرسها عمل الوان وبعد هواي صفات نحفظهم فهسا نجي سويته يعني نوع ثاني اذا اللي معرفة هاي المورثة صفة ابط الازهار ونهاي الازهار موجودة على كروموسوم جسمي نعمل التهجين الثاني نفسه بس نغير بالاجناس بس غيرنا هاي هاي ذكر حطي هنا انت نفس الحشي هما اذا هو ابط الازهار وهي نهاي الازهار وكان جميعهم صفة كلها صفة سائدة اذا هذا نقل عوامل نفس الشي نفس النتيجة اذا هاي تقع على كروموسومات جسميا اذا صار اكتلاف بالنتيجة ببعض الصفات مثل عمل الوان بكروموسوم واي موجودة هاي الصفة بالأكس ما موجودة او بالعكس مثلا اكول اكول مو عمل الوان واي بالأكس الصفة الاذن يعني اكول هاي صفات موجودة غير كروموسومات تصير النتيجة مختلفة ذول بالصفات المرتبطة بالجنسة هنا احنا موضوع يعني مختلف هنا انا كل الصفات ما المندل هي تقع على كروموسومات جسمية اذا هاي هاي مكتب نهج اش نكتب نقول النتائج مش شابهة مية بالمية ابطي مية بالمية ابطي اذا مورث الصفة تقع على كروموسوم جسمي ها شوف هنا هاذا ذكر نبات ابطي هاي نبتة هنا بصغيرة وهاي صارت نبتة وهذا ذكر شنو هنا اذا كانت النتائج في الحالتين مش شابهة فالمورثة تقع على كروموسوم جسمي هذا يكتب اذا هنا انا مش شابهة اذا شنقول تقع الصفة على كروموسوم جسمي واذا كانت مختلفة يكون على كروموسوم جنسي ما ما صارت مختلفة هس شنو الغرض او اهمية هذا التهجين العكسي المورثة الصفة تقع على كروموسوم جنسي او في السايتوب لازم او في احد العضيات اذا اهمية التهجين العكسي لتأكد من ان صفة معينة تقع مورثتها على كروموسوم شنو جسمي ام جنسي او في عضيات السايتوب لازم كل ما يتوكن داري اشتركوا في القناة